اشتركوا في القناة نقوم بقى على ترويق الشقة نلم الحجم المطبخ كده ومسكت الشبابيك عملتهم بالفرشة بسرعة دخلت بقى قلت لما كان الفطار وروأ الدنيا وبعد كده أدخل على طول أروأ السرير قوض النوم بصوا لما بتكون قوض النوم ريئة كأن الشقة كلها ريئة والله العظيم لما يكون السرير مكركب بيبقى تحس إن الشقة كلها مكركبة فأول ما نسحى كده نفطر نروأ السرير عندك فرصة تروأها قبل الفطار بس الواحد بيبقى صحي منهم كده عايز ايه يزبط دماغه هنروأ القوة الترويقة حلوة كده وبعد كده ندخل نعمل غدا حال شفتوا انتوا طبعا في الأول كده بصوا بقى احنا أكلنا يوم فرخ فانا بصوا لازم ندمهم ندم عمره خلاص بقى يبقى كام يوم كده يعني أرديحي هو فضل ونعمة من عند ربنا والله البطاطس شربة شربة فيبقى مش أرديحي مغمسة بالفراخ فيها شربة يعني حد طيل الحمد لله فضل ونعمة من ربنا نعمل بقى صنيت بطاطس النهارده خطيرة والطريقة خطيرة وسهلة وحلوة قوي 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 بتبقى زي الملبن كده وطعمة قوي سبوكوا بقى من أن ما بحبهاش قوي ما بتكون البصلة نية خلص كده تعالوا بس نشوفها نعمل ازاي بس ايه نخلص الأول الترويق والتنظيف والحاجات دي تمام امبرح في الروتين ما افتكرتش أقول لك على الصلاة اللي هي في ليالي رجب دي اي ليلا من ليالي رجب كان في اخر الفيديو ما افتكرت فما أسعفنيش الوقت ان انا أقول لك عملتها والله ليلة الجمعة الحمد لله والشكر لله والله العظيم راحة نفسية غريبة يعني بصوا هو حديث يعني ولو احنا شكين ان هو مش صح احنا ما بنخسرش حاجة وهي مش صح ليه دي صلاة يعني رقعتين بنصليهم في اي ليلا من ايام رجب واحنا رجب خلاص بيشطب وبيقول لنا باي باي اي ليلا من ايام رجب هنيجي بالليل بعد العيشة قبل ما ننام على طول هنصلي رقعتين بميت كل هو الله احد اللي هي صورة الإخلاص تمام هنقرأ في كل رقعة خمسين مرة صورة الإخلاص تمام حلوة جدا رقعتين رقعتين يعني لو حد قال لي الحديث ضعيف هقول له مش هنخسر حاجة احنا نتيقن ان الحديث صحيح وان احنا ربنا هيكرمنا وناخدها سبب وندعي بقى والله العظيم عايز اقول لكم يوم الخميس بالليل تقريبا كتس ساعة واحدة اتنين قبل الفجر اتوضيت وقعدت كده صليتهم حلوين حلاوة وخفاف بطريقة رقعتين بكل هو الله احد ميت مرة نقسمهم بالمناصفة يعني كل رقع خمسين مرة كل هو الله احد خفيفة كده ولزيزة وبتخلص بسرعة وتدعو بقى باللي نفسكو فيه بصوا بقى انا نضفت البلكونة ونشرت الغسيل بس ماكملتش الغسيل كله عشان ايه ما تملوش مني دخلت بقى على القوضة التانية انا بس قبل ما اعمل القوضة دي لان دي اللي فيها البلكونة انا ننفض يعني نضفت البلكونة ونشرت الغسيل وقلت بقى ادخل على القوضة على طول انا فضاء قبل ما ندخل على المطبخ تمام الحقه بقى اللي نفسه يدعي بحاجة كده يعني نفسه فيها واللي نفسها تخلف اللي نفسها تتجوز اللي نفسها في ولد اللي نفسها في ساعة الرزق اللي نفسها ربنا يحفظ لها ولادها زي كده بتمنى ربنا يحفظ لولادي وربنا يوسع ارزقنا وربنا يحفظهم لي كده يا رب ويسعدهم تصابصوا بقى انا العصر هيقد قدن فأنا هصلي تمام هصلي وارجع لكم تاني صليت الحمد لله والشكر لله قصدي الظهر يا ربي سوري صليت الحمد لله وعندي المشاية دي مش نظيفة خالص متبهدلة كده وعايزة تتغسل بقى لي كم يوم وانا عملا أقول هخسلها بكرة هخسلها وقتها جاء تمام يعني خلصنا خلص كده القوة خالص تمام وانا بعد ما صليت رحت جاية مسحاهم كده بسرعة قلت عشان ما طولش عليكم مسحتهم انا ايه من غير يعني ما صورتش تمام قلت بقى أخسل بصه بقى بعد ما غسلت المشاية غسلة حلوة كده بالمرة كده بالإريال والحاجات رحت غسلة الحمام بالمرة كده أرضه وروحت جاية بقى ايه حط غسلة البنيو كمان وروحت جاية حطة المشاية كده شطفها شطفة حلوة بس قلت أخسل البنيو الأول شطفتها كده حطتها بتدوش كده وتتشطف كده كويس وبعدين نحطها على حرف البني وتصفي نرجع بقى لمرجوعنا قبل رجب ما يخلص عودي كده اتودي عودي صلي ركعتين لله صليهم بالميت كل هو الله أحد خمسين مرة كل فرق كل ركعة خمسين كل هو الله أحد ليسورة الإخلاص وعودي ادعي بقى ايه ادعي بقى اللي نفسك فيه كلنا نفسنا في حاجات كتير من ربنا تمام هنعمل بقى ايه صنيط بطاطس حلوة كده جميلة وهنزبطها كده أنا عندي رز من امبارح يعني امبارح كنت عاملة الرز برضو جنب البطاطس بس كانت بطاطس محمرة ماشي مش أنا بقولك خدي مني أفكار خدي مني أفكار وانت بصي مش هتتزلي بقى هتعادي تفكري اعمل ايه انا هعمل انا وانت قل دين انا هفكر لك يا ست الكل وانت قل دين بس يلا حيلا لو اول مرة تشوفيني دوسي اشتراك في القناة وعمليه لايك للفيديو بصي بقى انا بوريكي عشان تصبطي تقطيع البطاطس تحطي اصباعك الكبير كده وتبقى كله بنفس المقاس والسكنة بتوصل يعني بتجيب قبل اصباعك كده فبتبقى يعني صبطة القطعية بصباعك تمام بصوا بقى عندي مش احنا بيرح خزننا البطاطس البصل كان عندي شوية بصل شلتهم في الفريزر فرمتهم وشلتهم اللي ما شافش الفيديو ده جميل قوي اللي قبل ده على طول هسيبهولكو في شاشة النهائي ده يعني خزنت البصل كده كان هيبوز مني ويزرع عملته وشلته في الفريزر تمام بصوا حتة البصلة دي كمان كانت عندي في الفريزر بس غير بتاعي مبارح بقى يعني كنت عاملة كتير فروحت شايلة حتة كده بصوا حطيت شوية زيت وحطيت البصل كده شوحت وديته اللون الدهبي نزلت عليه دلوقتي بمعلاقة توم حلوة كده انا بصوا يعني مصرع على الفيديو بس انا سبت البصل كتير يعني سبته تشوح ودى اللون الدهبي قطعت تلات فلفلات كده انا بحب الفلفل اوي الحرق مش مقطع صغير لي بقى علشان ما يشطشطش البطاطس قوي وابني ما بيحبش الحاجة حرق بصي بقى هنزل بالتوابلة معلقة كمون صغيرة معلقة فلفل اسود صغيرة شوية بهرات مكعبية مرأة تمام نزلت بيهم في البصل كده سخن كده يناعنش كده ويطلع ريحته وطعمه وحطت ايه الطماطم ودي معلقة ونص سكر صغير ايه وعي تنسي السكر على اي طماطم بخلي طعم الاكل حلو جدا تمام يبقى خلاص بقى زبطناها توابل فلفل اسود كمون البطاطس بتقبل الكمون لكن اي اكل تاني لأ حطيت شوية شوية كمون صغيرين معلقة صغيرة فلفل اسود شوية بهرات ملحة بحطه اهو مكعبية مرأة بعد ما شوحت البصل كويس جدا اديته اللون الدهبي الحلو ده وانزلت بالتمة صحصحتها كده والبهرات والماجي عليه والطماطم سبكتها شوية مش كتير وانزلت بالبطاطس ودي بقى شوية شرب ايه اه وهسيبها بقى على النار مش مستهلة ان انا ولع بوتجاز الفرن عليها فهعمل ايه هسيبها بقى هغطيها انا كده زبطتها خلاص هغطيها واسيبها بصي بتغلي وجميلة اهيه تمام هولع بقى الشوية تديها لون خطير يعني لو حاجة مستهلة الفرن ميش لكن هي كده كده بتستويها وهتاخد وشه وخلاص وقادي الرز اللي فاضل من امبارة لميها تلم لمي النعمة تلمت ما نرميش حاجة الحاجة طالما موجودة بتنفع وعايز اقول لك وانت بتعملي رز احميل حساب اليومين بيريحك جدا على فكرة الموضوع ده بيريح جدا بيخليك اهيه مش لازم تعملي كل يوم نفس الحاجة تمام الطبيق ممكن لو فايد اوكي مش فايد خلاص نعمل غير ونصلى على النبي في صغة حلوة جدا للصلاة على النبي نقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد مكان وعدد سوف ما يكون وعدد الحركات وعدد السكون هناخد ان شاء الله سواب كبير جدا شايفين الاكل رهيب والله العظيم البطاطس طحفة والطعم جميل جدا هخلص بقى هقفل معاكم واضرب بقى شايفين البطاطس بالفلفل بالعيش خطيرة حلوة جدا يارب الفيديو يعجبكم سيش يا امر تنوريني باشتراكك في القناة وتعمل لايك للفيديو سلام